اشتركوا في القناة صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين دعان الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين فازو الله من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها يا 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 بأب التي ورثت مصائب أمها فغدايا تقابلها بصبر أبيها يا 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 هذه نساء كمن يكون إذا سرت بالأسر سايا يا يا إقها ومن حاديها يا 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 أي سوقها زجر بضرب متونها يا يا والشمر يحدوها بسب أبي يا 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 عجبين لها بالأمس أنت تصونها من كرامات قراءتنا في هذه الحسينية العامرة أن قبل الغروب سبحان الله جاءني وارد في أن أعرج على ذكر رقية سلام الله عليها فأنشأت أبياتاً على قرار هذه القصيدة للسيد رضى الهند رحمة الله عليه متم لها أن يسوقها يا زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها غايا عجباً لها بالأمس أنت تصونها إياها واليوم آل أمية تبدي ورقية أيون تبكي عليك تلهفين أيوة سيدتها ومظلومتها ورقية أيون تبكي عليك تلهفين حتى قضيت حزناً على حامي وتصيح وأبتاه مقطوع الوتين أيوة حسين أيوة شهيدة سعد الله قلبك سيدتي لما نظرت إلى رأس أبيك الحسين وتصيح وأبتاه مقطوع الوتين أيوة وتصيح وذلّاه يا راعي من لليتيمة تهتف يا عزتي راح أزهر وراح دلالها بعد أبيها الحسين من لليتيمة تهتف يا عزتي إنسان عيني أنت يا شافي لا خير في عيش وأنت مرمل تحت الثرى والناس في واد أيها أمل قريب يسعد بك إن مت ألقى وجهك المتنورة والموت نور واللقاء يشفي زينب شتخاط بالحسين عليه السلام لما رجعت يوم الأربعين تقل لي أخو يا حسين زينب من عفيتها أخو يا للشام دولبها وكتها أخو يا للشام دولبها وكتها أو لو عن رقية سألت سعد الله قلبك سيدتي يا زينب تقل لو لو عن رقية ناشدتها لا حول ولا قوة إلا بالله العالي والملكة anda دفن اتها إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسِيَعْذَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وأما بنعمة ربك فحدث نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها الله سبحانه وتعالى نعمه أسبغها علينا ظاهرة وباطن ما نعلمها وما لا نعلمها ولو أن الإنسان كفور وجحود يقول الله ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين طينا عيون وطينا لسان وطينا شفاه الآن لا سامح الله لأن الإنسان فاقد البصر ترى إحنا ما نشعر بالنعمة إلا عندما نفقدها النعمة مجهولة العافية والأمان نعمتان مجهولتان ما يشعر بها الإنسان ولذلك احذروا زوال النعم شوق تزول النعم؟ بالجحود بالنسيان وبالشكر تدوم النعم الإمام زين العابدين عليه السلام كلما يذكر نعمة من نعم الله عز وجل عليه كان يسجد لله شكرا لأن هذا نوع من أنواع الشكر لله بل من أجل مصاديق الشكر لأن السجود أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل عند سجوده يترجم شكره لله على تلك النعمة التي يذكرها يعني يذكرها يعني يستحذرها مو يعني كان ناسي يتذكرها أو يذكرها هذا معنى يعني يستحذرها ألم نجعل له عينين؟ شوف الآن غمض عينك شوي روح يمشي مثلا بشي لك عشر خطوات تجربة لأن ما يشعر الإنسان إلا يمر بالتجربة قيل يا ابن رسول الله لما فرض الله الصوم ليش فرض الله الصوم؟ بيّن علّه قال حتى شنو؟ حتى يشعر الأغنياء بالجوع من يشعرون بالجوع يلا يذكرون الفقراء اللي إيده بالماء مو مثل الإيده بالنار ذيك أميرة فرنسا لما الشعب هجموا على زوجها يريد يقتلوه قالت هذول شبيهم؟ قالوا لها جوعانين خبز ماكو قالوا ماكو خبز ماكو خبز خلي يأكلون كيك يأكلون كعق أي طبعا ما تشعر إيده بالماء مو مثل إيده بالنور ولذلك عندنا روايات كثيرة أنه يحاول الإنسان مو فقط يجلس ويا الأغنياء كثيرا لأنه يميت القلب هذا يقس القلب يحاول يتفقد الفقراء يجلس مع الفقراء لأن هذا يرقق القلب ويذكره بالآخرة ويبعده عن الذنوب والمعاصم فنعم الله عز وجل كثير شوفها نعمة البصر نعمة السمع نعمة الكلام العافية اللي مر بيها الإنسان وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الجوارح العظيمة فهذه الله عز وجل يريدنا نحدث بها وأما بنعمة ربك فحدث شلون تحدث يعني نعمة العين تنظر إلى والديك برأفه لأن النظر إلى الوالدين برأفه وعطف عباده تنظر إلى وجه الإمام عليه السلام إن كان حاضراً النظر إلى علي إلى وجه علي عباده تنظر إلى الكعبة من تروح للكعبة يستحب كثرة النظر إليها فإن النظر إلى الكعبة عباده وهكذا النظر إلى باب بيت العالم عباده باب بيت العالم تمر عليه وتنظر إلى بابه أو تنظر إلى العالم عباده هذه كلها لها آثارها طبعاً حديث عنها طويل فالنظر تستثمره بهذا تنظر إلى كتاب الله تقرأه حتى لو كنت حافظ سئل الإمام أحد الإمام عليه السلام ياهو أفضل أن أقرأ القرآن عن ظهر قلب لو أقرأ بالكتاب قال لا أقرأ بالكتاب فهو أفضل هذا يفيد حتى النظر يقوّن نظر يقوّن نظر القراءة بالقرآن بالكتاب يعني أنت حافظ الآية حافظ السورة لا أنظر إلى القرآن أنظر إليها وين؟ بالكتاب وهكذا تقرأ رسالة عملية تقرأ دعاء تقرأ زيارة تقرأ حكمة تقرأ هاي كذا وين هاي قليل اللي يقرؤون ذا وين نشوف أنفسنا شقد نقرأ قرآن شقد نقرأ مفاتيح جنان شقد نقرأ لكن شقد نقرأ جرائد شقد نقرأ مثلا الانترنيت الآن بعض شبابنا متابعة إلى وسائل له بس بعضهم محرم وبعضهم محرم أكثر من متابعة لي مو بس أمور الدين أمور الحكمة أمور المعرفة يوميا من الصبح للليل أنا أعرف واحد هذا الموبايل ما لتكل صور وكلمات وفيسبوك وهاي كلنا عليه من على برشلون ومن تجد قل لي يقول لك أنا أحبهم ومن أحبه قوما حشرة خب أنت أحب الرياضة ألعب يعني يقول أرغب أشوف رياضة أشوف قدم لا تقول أحبهم إذا أحب بيتهم الله يحشرك وياهم أنا مرة شفت واحد فريق خسر قام يبكي يبكي ينتحك يمكن ما بيجعله مصيبة الحسين عليه السلام مثل ما بيجعله هذا المرض اللي جايني جديد أمراض يوميا أمراض يوميا أمراض للأسف والله مباح مباح لكن بقدر كل شي يزيد عن حده ينقلب إلى يصير مرض يصير مرض وعريك وطلائب ومشاكل هدنا في النجف فد واحد صاحب مطعم من فاز فريقة من هذول الفرق الغربية سوى احتفال ووزع أكل يعني مليون دينار ماذا شون من قلولي قلت لهم ايه هذا أجر على برشلون هذا أجر على برشل مليون يمكن تعيش لها أربع خمس عوائل شهر كامل شهر كامل وصل إلى حالة المرض روح يستشوف قل لا أكو لعبة يروح يركض لها قل تعزي للحسين عليه السلام سامعي هذا الحشي أول ما يقل لك سامعي هذا الكلام قحط العلماء ما سامعين هذا الكلام تشوفهم قاعدين بالمجالس ليش تكثير السواد وإن الذكرى تنفع المؤمنين يروي لي بعض الثقات عن السيد الخوة يقدس الله نفسه يوم من الأيام خطيب صعد والعلماء جالسين هذا ربع ساعة نعم مصيبة ونزل السيد قال له أوضف أوقف قال له ما وعظتنا ما خوفتنا صح علماء لكنه يحتاجون الموعظة يحتاجون الذكرى أن الذكرى تنفعل مؤمنين فهذا بعض الشباب عرف لأربع حشيات ونص لو يريد لحجة حتى يروح يشوف اللعبة أو من يحب يسمع الكلام خاف الخطيب ينقده أو ينصحه هو شنه ينقده ينصحه مو ينقده أي النقد كلمة جتنا يعني علمانية أكثر مما هي إسلامية الإسلامية النصيحة الدين النصيحة أخوك من نصحك عدوك من غشك ينزعج مثلا من النصيحة كل الأحوال هذا عذر ما مقبول ما مقبول أبدا أو مثلا نحن بس نحضر عشرة محرم فقط في مال الله فقط عشرة يعني أوين كل يوم عشرة كل أرض كربلة بينما تشوفك بعض المؤمنين من يقبل بمجلس يحضر باليوم إذا مو مجلسيا ثلاثة يحاول أن هاي سياحتة هاي نزهتة هاي لذة تكون بالمجالس هذا اللي اللي يحبهي قضية شعر بلذة المجالس شعر باللذة مثل اللي يحب دائما أن يكون يزور الأئمة عليهم السلام ما تفوت أي زيارة قدر الإمكان لا أقل المخصوصات ليش شعر بلذة الزيارة مثل اللي يواضب على صلاة الليل والصلاة المفروضة وغير شعر بلذة الصلاة بلذة الصيام أما اللي اللي ما شعر بذلك وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يوم من الأيام كنا في شارع الرسول صلى الله عليه وآله في النجف الأشرف آخر يوم باشر عيد موعيد كذا ناص مجتمعا المصيبة إذا قال السيد موعيد إتمام مثلا شوفوا الوجوه وأجمع ويبدل لغط سنة من السنين أنا أمشي راجع أسمع اثنين نسوان وراي وحدة تقل للثانية تقلها سبحان الله الشهر كله بشفة وهذا اليوم بشفة بطولنا همنا بطولنا همنا وقت يخلص شهر رمضان أنا أعرف إنسان توفى رحمة الله الله عليه كان يوم إفطارة يوم حزنة أقل شي يصوم ثمان تسعة تشهر بالسنة وإنسان عادي هو ما تخلق لا زنقين ولا أي شي إنسان عادي فقير ويوميا يقضي احتياطا عشر تيام يوميا عشر تيام يقضي صلاة ليش شعر بلذة العبادة بينما أخواننا الشباب شعروا بلذة الرياضة مثلا أكثر من لذة العبادة نقول أهم زين الله شفانا شر هل زمن هذا قبل نلعب ريال لكن صارت الآن مرض مرض صارت على حساب الدين على حساب الأخلاق على حساب قضايا كثيرة ناهيك عن أنك ربما إذا دفعت فلسا واحدا في هذه المشفرات وغيرها وهاي قد تدعم أناس هم أعداء لله عز وجل وأعداء لأهل البيت سلام الله عليه وماذا تقول غدا لله سبحانه وتعالى من الآن تفقه في هذا واحد مرة يجي يسألني قال لشيدنا هذاك اشتراك سنة وهي كذا يصير اشترك بي يعني أدفع ميت دولار بالسنة ماذا شنو لإذا كان فيه أعانة موانا يقول علماء يقول إذا كان فيه أعانة للظالمين أو النواصب أو غيرها تأثن تأثن تشترك معهم طبعا كل شيء في حساب الآن كثير من الشباب يلبسون ملابس رياضية لأندي مثلا غربية أو غيرها أو مثلا بها كلمات أو بها لا يعرفون أنها فيها كثير من المحرمات سأل هل جاء وسأل وقال هاي حلال أو حرام البائع هل سأل قال هذا حلال أم حرام بيعه شراءه لبسه طبعا أنت مو بكيف تلبس ولا بكيف تبيع ولا بكيف تشتري إنما أنت عبد لله عز وجل تلبس كما يريد تأكل كما يريد تشتري كما يريد تبيع كما يريد لو كنت عبدا لله عز وجل ويلبس لفانيلة بيها بشاير بيها كفران كفران بيها كفر كفر هذا مرة واحد فانيلة نقلوه لأن ما شفت شفت غير كلمات طبعا أنا استوقفهم أغلبهم أقل تعرف هذه الكلمات يقول لا والله ما أعرف بالانجليزي ما يعرف وإذا دعاية لشركات إباحية مثلا وإذا كاتب مثلا لا يؤمن بالله عز وجل والله ما أدري ولماذا لا تدري ولماذا لا تعلم الدور أهم بعض أخواننا يلبس أسود حزنا على الحسين عليه السلام وحاط لصليب هنا مثلا بالفانيل لو حاط لدعاية مع الشركات محرمة كذا زين والله حلوة شنو حلوة يعني نقل لك حلوة على إيساس حلوة في كل شيء يجب أن تسأل وتتفقه المهم وأما بنعمة ربك فحدث النظر بهذا تحدث اللسان بهذا تحدث بالموعظة بالكلمة الطيبة بقراءة القرآن واجعل لساني بذكرك لهجة السمع كذلك في رواية يذكرها الفريقان من نظر إلى فضيل من فضاء العلي بن أبي طالب عليه السلام غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر من استمع إلى فضيل من فضاء العلي بن أبي طالب عليه السلام غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالسماء من ذكر فضيلة من فضاء العلي بن أبي طالب عليه السلام غفر الله له الذنوب التي اكتسبها باللسان الغيبة النميمة الكلام هاي الكلام القبيح ومن كتب فضيلة من فضاء العلي بن أبي طالب عليه السلام كان له من الثواب ما دام المداد على القرطاس صلوا على محمد وعلمه خلي قعداتنا تصير بالشارع لو برا لو كذا ما أقول لك ذلك تتكلم بالدنيا ولكن ها نص ونص اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا يعجبني مرة مريت على بعض الشباب استوقفوني قال سيد فالسؤال قال دا نتحدث على فضيلة من فضاء العلي بن أبي طالب قلت لهم والله هنيئا لكم خلقوا عدوياكم هذا مجلس يحبه الله يحبه أهل البيت عليهم السلام حديث زينوا مجالسكم بذكر مناقب علي بن أبي طالب اللهم صلى الله وأما بنعمة ربك فحدث ورد أن النعمة الكبرى التي تحدث بها أم محمد وآل محمد يعني حدث الناس بأهل البيت عليهم السلام هم كانوا يقفون في منا كما رويت لكم في حديث الإمام الباقر عليه السلام في يوم مولادته قلت لكم كان يجتمع الناس يصعدون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يصعد يصيح ييها الناس أيها الناس إنا أهل بيت النبوة ومضع الرسالة ومختلف الملائكة ما أجمل كلامكم كلامكم نور ما أحلى أسماءكم فمن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فإني يعرفه بنفسي أنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كلمة طيبة أبو الصلت الهروي عبد السلام بن صالح يقول سمعت أبو الحسن الرضا عليه السلام يقول أحيوا أمرنا هاي احنا كلنا احنا سامعين هذا الحديث لكن إلى تكملة رحم الله عبدا أحيى أمرنا قلت وكيف يحيي أمركم قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا كونوا دعاة لنا صامتين شيعتنا كونوا زينا لنا لا تكونوا شينا علينا حدثوا الناس بما يعرفون بما يعقلون كلموا الناس على قدر فقولهم وهاي هنفت قضية يعني كل من استغلها هاي الرواية كل من استغلها وبكيف قاموا كيف يأخذ جهة ويعوف جهة بدون معرفة الشروط بدون معرفة شروط الأمر بالمعروف فالنهي عن المنكل يقول لك أنا أريد أنشر فضائل أهل البيت عليهم السلام أريد أنشر مناقبهم ومن قال لك أن هذا هو الطريق الصحيح أو الطريق الصحيحة هل تعلم وتعرف طرق نشر فضائل أهل البيت عليهم السلام أو الدعوة إلى رضا الله ورضاهم سلام الله عليهم كثير من الناس يفسد ولا يصلح ويكون هو السبب في الإساءة إلى المذهب وإلى الدين يجي مثلا يلقي إلى واحد واقف يتوضى وضوء خطأ بس المسألة أعمق من هاي بس خلنا ما دام أذكر هذا وراح نذكره في حياة الإمام الحسن عليه السلام وكلكم ربما مار عليكم هاي الحد يجي يلقى واحد يتوضأ وضوء غلط رأسا انتبه ليش يجي تعلم ما كبرك ما قدك وإذا عبوس بسب بشتم بإهانة بتحقير لكل فعل شنو رد فعل يعاكس يعاكس يقوم يغلط عليك يسبك يشتمك واحد يوم من الأيام أذكر موضوع خلصت وهو من المشايخ من الطلبة قال صارت وياي سيدنا قال صارت وياي أبو تاكسي مش نص الطريق فتح أغاني زين قلت له الطفيهين المسجل لو أنزل قال ضرب بريك بنص الصحراء فتح الباب قال يلا ولي انزل قلت له ربما أنت السبب قلت له يوم من الأيام صعدت ويا شخص كان فاتح أغاني لكن هذا شوية عنده حياء قطرة أكو ذاك ما عد قطرة طفاها كان يظن أنه عوف سلمت علي رد السلام مثل المرتبة قلت له فلان مكان قال يتفضل قلت لشق قال كيف قلت له إلا أحدد الأجر لا أعلم كيف حتى لو لا تضطر صعدت كان يجعل يم الجامع تصوير تشبيه للإمام أظنه حسين عليه السلام ونحن نمشي سألني فتسؤال همات جاوبته قلت له ممكن فتسؤال قال تفضل سيدنا أشرت على الصورة قلت له شيء لا يشبه شيء وأشرت عليه على المسجن قال والله ممال تلك سيت وكذا ظل بس يتعذر وراح أتلف قلت له لماذا تتلف حوله إلى قرآن سوي قرآن بالتسعينات بزمن ذاك الرجل ادفع بالتي هي أحسن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموع انبذوا للناس نبذا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من اكو بعضهم لا اجاد لو اناقش واطيح حظ من يسمح لك من يقول لإمام يقبل هذه ليست شجاعة قد تهور هذا واحد يجب إلى الإمام عليه السلام قال لان شون نكلم القوم أدعوهم إلى معرفة أهل البيت عليهم السلام قال انبذوا لهم نبذا فإن رغبوا فزيدوهم وإلا فأمسكوا اللي بي صلاح الحر تكفيه شنو الإشارة الحر العاقل تنفعه الإشارة والجاهل والمعاند لا تنفع معه ألف عبارة ألف عبارة مذكرنا الإمام الحسين عليه السلام شي يقل لهم انسبوني ثم انظروا هل يحل لكم قتلي أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن علي المرتضى ابن فاطمة الزهر أنا ابن خديجة الكبر والله إن فيكم يعني مو في العسكر يعني بالزمان ذاك من إن سألتموه يجيبكم أنه سمع جدي صلى الله عليه وآله يقول الحسن والحسين سيدا شبابي أهل الجنة سلوا جابر العنصاري سلوا سهل ابن سعد الساعدي سلوا المنهال سلوا 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 فلان والله ما تعمدت كذبا مذعلمت بأن الله يمقت أهله عليه تدر شي سوون من الإمام يخطب قسم هي شي سوون سدون آذانهم هي شي سوون قسم هي شي سوون يصفقون قسم يدقون بالسيوف على الدروع قسم هي شي سوون هاي الإزعاج زين آخر الأمر شي يقل له ما نفقه ما تقول يا ابن فاطمة ما نفقه شي يحكي هو يحكي انجليزي ما نفقه قال وأن نالكم ذلك وقد ملئت بطونكم حراما وأن حتى بمجتمع نهز بعض المتشيع من تنمل بطن حرام تحكي ويقول هاي قاعد يحكي نصحة ما يفيد النصيح لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن حتى ويا أهلك يجا واحد يبشي للنبي صلى الله عليه وعليه قال يا رسول الله أنا نفسي ما أقدر الهدر كلفت أهلي وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال مرهم كما تأمر نفسك وأنها هم كما تنهى نفسك تمام مكلف من هذا ما من حقك تضرب زوجتك بس قلها قوم يصلي ما صلت ما تضربها ما من حقك تضربها ابنك تقل لقوم صلي ما صلى ما من حقك الضربة ما من حقك أكو بعض الناس أنا أضرب أكتلة إذا ما يقوم يصلي من من الطاق هذا الحق من الطاق هذا الحق أو الشراب من الطاق هذا الحق طعام وشرب لاتم نعم بل إذا أراد يلبس ملبس فاضح لا تضطي فلوس إلا ما أضطي كان الفلوس هذا ملبس فاضح وين أكوه لأن كل هزق بالشباب يروح يلبس جين مين مدر شنو البنات بانطرون كابوي أحذية أبو الطاقة مدر شنو هذا اللي يأكل ها كل شيء إلى حدود يا أخوان فكيف بغيرك هذول يدعون أنهم موالون لأهل البيت عليهم السلام محبون لأهل البيت ومن منهم يقبل النصيح منهم فكيف بالمخالفين أمرنا بأن نعاشرهم بالمعاشر الحسن على ظاهر الإسلام يريد هو الأبواب مفتحة هو يجي للإحسينية يجي للجامع يجي للعلماء الآن أنترنيت موجود فضائيات موجودة والحق مبين ذاك ويا ما يحتاج لروح للقاف الحق بي أن أمرنا أوضح من هذه الشمس في رابعة النهار لا تذهب نفسك عليهم حسرات لا أنا أروح وأسب وأشتب نسمح لك من إذن لك محمد بن النعمان مؤمن الطاق أو هشام بن الحكم أحدهم يجى واحد يدخل على الإمام الصادق عليه السلام لقى هذا محجوب حاجب الإمام دخل على الإمام قال يا ابن رسول الله هذا هذا الذاب عنكم بلسان قال فليده النصبي الكتاتي بيد حض حجته قال كيف ابن رسول الله قال لو سأله بما تجادل القوم الإمام عليه السلام قال لذول لتجادل بمشاكل هذا ما يتحمل ما يتحمل مثل شبابنا بعض شبابنا متهور ما يتحمل مفرط إيمان تهور هذا وليس شجاعة تهور ومخالفة لأمر الإمام عليه السلام كون بزمن الغيبة تعرف أمر إمامك شي يريد من عندك كيف تتعامل مع الناس كيف تتعامل مع أهلك كيف تتعامل مع الكافرين مو بكيف أنت تجتهد مو بكيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مو بكيف تتحدث عن فضاء الأهل البيت عليهم السلام كل شي إلى حدود ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون أغلب الناس الآن كيف ينزل بالفيسبوك والواتساب والأنترنت ينزل أحاديث ينزل روايات ينزل أشعار حتى لو بها أذى وضرر على المؤمنين حتى هو حضرة جنابة مشتهد بكيف خب أنت مشتهد الله يحاسبك على ذلك لكن نحن نشوف تكليفنا الشرعي أن هذا مخالف كل شي إلى حدود لكل مقام مقال فبعض الناس للأسف الشديد فأحد الأخوان المؤمنين يقول يا ويا الناس يقول يوم من الأيام كنت ضيف عد أقربائي هذول أجدت لبنية تقدم طبعا أجدت لبنية تقدم هي أجنبية عني صاحب يعني أقربائي بدخالتي ماذا كذا بس هي أجنبية طبعا محجبة لكن لابسة بانطرون كابوي هذا واحد لابسة تكرمون من هذا النعال المغري يا ما شاء الله النعال يغرب شوف أو على حد تعبير فقال يقول أنا درت وجهي أبوها قاعد قلت لها هذا ليس لبس تجين بيدي هنا قال السهية قرابتك مثل أختك مثل أختك شون هاي سامعيها لو ما سامعيها مثل أختك يقول لا هذا ما يجوز وكذا نزعج نزعج طلعت يعني يعني يقول كلمت بكل أدب هم مثل أخت طلعت فيقول أم وياي قالت لي يوم ستشلك بها السوال هذا نزعج من عندك وكذا يقول قلت لها يوم صلاة الظهر إذا صارت ما صلي قالت لا يوم ليش ما أصلي صلاة الظهر قالت لي ما صلي إلا أصلي قالت إي فريضة قلت لها يوم شال فريضة بس الصلاة هاي هم فريضة هاي هم فريضة فمن يقبل من أقربائك وأرحمك حتى المخالفين يقبلون من عندك مو بالأمر الأهين وأما بنعمة ربك فحدث من تتحدث بسيرة أهل البيت عليهم السلام بفقهم فضائلهم بأي شيء لازم يشوف المجتمع يشوف الناس إذا تتحدث بفضائية إذا بأنترنت إذا بغيره كل شيء إلى حدود كون تعرف هاي الحدود وإذا ما عرفت تير بالك لا تقدم خطوة إذا تقدمت حتى لو صحيح ما تؤجر عليها ما تؤجر عليها لأن ك ماذا لأن ذكرت ذلك الشيء عن غير هدى ولا كتاب منه ولا معرفة بشرائط الأمر بالمعروف أنه عن المنقر فأكو حدود الأمم عليهم السلام ما يقولوا لك لا تنشر فضائن بس شلون وكيف ومتى وإين هذا هذا كون اللي تعرف أهل البيت عليهم السلام ما يقولوا لك لتأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر لكن قالوا لك اعرف شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل شيء بوقته كل شيء بزمانه هذه لازم تلاحظ تعرف يا إخواني هذه يحتاج لها سعة معرفة وأما السائل فلا تنهر قيل السائل هذا سائل اليد لا تنهر الكلمة الطيبة صدقة ما تريد تعطي إلا الله يرزق ورد عندنا خصوص في الليل إذا طرقت الباب وكان السائل ذكر يعني رجل أو ولد طفيل زين مؤنث هذا ورد بي يعني أنه كراه شديد جدا أن ما تعطي لأن قد يكون هذا من رسل الله إليك ملك أو من الجن حتى الله يبتليك أنطي أنطي ولو قدر الإمكان شو قال لأن هذه إلا أثر أحد الأخوان الثقاة روالي هذه الحادثة يقول يوم من الأيام حضرنا عند إنسان احتضر يعني عانا لله عز وجل على الاحتضار يقول إن قل قل أشهد أن لا إله إلا الله يقول له كبيرة قل أشهد أن محمد رسول الله اللهم صلى عليه يقول جديد يقول له عز وجل عز وجل نزع عنه الاحتضار بعد فترة لما ارتاح كذا يقول لي سألته أقربائي هو إنسان يعني ما شفنا يعني يعني مؤمن 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 بس الخصار راح تبين عنده قلنا لها انتهي كن قل له تقول له جدي له شبيرة له جديدة له طويل قال بعد أنا شفت الموت بعيوني راح أسول لفلكم قال أنت من تكلموني أنا إجوا ملائكة اثنين هذا طلع صحيفة أعمال الحسنة هذا الصيئ واحد يقل للثاني يقل له هذا كل شي ما عنده هذا كل حسنات ما عنده زين الثاني قال لا عنده كم حسنة قال زين طبعا يقل فتح لي أخدود إلى جهنم يقل النار ما أوصف الكياه نعرب وجهي شنو من النار ما توصف يقول قال لش عنده هذا شي زين قال له هذا كان بخيل جدا جدا ولكن يوم من الأيام طرقت الباب بالليل راح زوجته جت قالت له هذا فقير يقول جوعان وكاتني الجوع قال هطردي قالت لأ أبو الغيرة يا كذا خطية منا منا خنطي قرصة خبس أنا أتعب وذولا يأكلون الجاهز سامع هذه الحجايات أنا أتعب وأط خموس للعلماء لا خلفة الله عليك الباب لا تطل العلماء هي القموس من العلماء للفقراء سهم السادة للسادة وسهم الإمام للحوم بس حجها يريد لعذر يقول فلحة عليها زوج تقلت لا أكو باقي قرص هاي صغيرة يسم نسمي هناك حنونة حنانة قبل من يخبزون بال بال مخابز بالتنانير الطين اي اتوا ما تسموها بعد تعددت الأسباب والموت واحد فيقول قبل شعلت هاي القرصة الزغيرة تتهية فادت لو ما فادت قل راح نخلي هاي قرصة الخبز حاجز بينه وبين نار جهنم يقول حطوها منعت شوية من النار قل اشهد لا إله إلا الله أنا أصيح أقول لا شبيرة تمنيت مطي قرصة خبز بقد الكرة الأرضية هاي التمني رأس مال المفلسين ارجعوني لعل يعمل صالحا يقول قال بعد عد قال هاي حسن ثاني أكو عد قال شنو قال يوم من الأيام هم طريقة الباب منه جو بارد فد واحد فقير مروتكم طون فد بطانية فد قبوط فد شي يعني جو حل بارد وانت تشوفوني هم قالت لزوج تقل تردي يا معود أبو الغيرة ما بعد اللتي والتي تقل لها عدنا بطانية مزقة الجري ذي لعب بيها خريطة زين قول شي تقلت لسا هاي تنضب الزبالة خلنا طه قبل شي لطن قال لخ نجيبها نحطها حاجز بينه وبين نار جهنم خلوها شوف عملك دير بالك لا تخليه مثقى بعملك خليه مضبوط مضبوط راحت قال لبعد إيش عنده هاي يقول قمت صيح لو جديدة لو اتمنيت مشتري بطانية من هاي الأصلية ترى هو يقعد نهي يلا أحسن ما نذبها بالزبالة بطير أكل للفقرة أحسن ما نذبها البطانية بالزبالة مو يروح يجيب من أحسن مصنع أحسن بطانية ويطيها للفقير هم واحد سواها لا كواحد اثنين سواها الموفق يسويها إن شاء الله فقمت صيح لو جديد قال لها بعد حسن قال لها هاي وحدة بغد قال لها شنو قال لها جيرانة مراض وقرائبة هم قرائبة وهم جيران لازم التزوج والله والله خوش مراها خوش مراها يعني هني يال على هاي امرأة يا معود يا أبو الغير أفد وأروح لا تاخذ تاكسي لا تخسر فلس لا أي شيء بعد اللتي والتي راح راح سلم عليه قال راح نبعد جهنم عنا بقدر المسافة التي مشاها يقل لها تمنيت أنا في شرق الأرض وهو في غرب قمت صيح لو طويلة لو طويلة فدير بالك عملك وأما السائلة فلا تنظر وقيل السائل سائل العلم اللي يجي يريد يتعلم من عندك لا تنهره طبعا إذا كان مؤدبا مراتك واحد هو يجيب الإهانة النفس هو يجيب الإهانة فديوم الإمام علي عليه السلام يخطف فتواح السئلة سؤال قصد الاستهزاء والسخرية موت تفهم الإمام قال له سلت فهم لا تسل تعنت فكل الإنسان لا يجيب لأهانة النفس مرة واحد هم حج قال إي راح سألت العالم الفلاني وإذا أهانني واحد همزين قاعد يما قال لأت سألت لو ظلت تسخر من عنده تستهزئ به قال ها أنت تفزع لقال لا لم أفزع لم أنا تحاض ليش تشذب سألت سخرت من عنده كن مؤدبا يا سائل كن مؤدبا فسائل العلم كان الإمام زين العابدين عليه السلام إذا جاء طالب العلم سائل العلم يقوم له يتبسم في وجهه يقول مرحبا بوصية رسول الله محمد اللهم صلى الله وإي وصية الله وأما السائل فلا تنم فأما اليتيم فلا تقهر أما اليتيم لا تقهر فسأ قيل اليتيم هنا أيضا يتيم العلم ليس اليتيم من ما توالده بل اليتيم يتيم العلم وال أدب شوف هذا تعبير ترى لطيف الإمام يذكره عليه السلام يقول اليتيم المنقطع عن معرفة إمامه هذا اليتيم لي فقد أبوه هذا اليتيم المنقطع عن معرفة إمامه بل هو من أعظم أنواع اليتم لأن اليتيم معناه المنقطع اليتم القطع يقول هذا لا تقهره علمه فهمه جاهل بمعرفة الإمام علمه بالتي هي حسنه ادعوه إلى الخير لا تحقره هناك بعض الناس مثلا لا يعرف الأمم عليهم السلام وإذا بعض الناس يحقرهم لماذا تحقره يقول هذا لا يعرف الإمام علمته فهمت لعله هذا يتيم يعني منقطع وجاهل هذا دورك أنت ما دام أنت عارف علمه بالتي هي حسن ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا يقول الإمام ليس إحياؤها إنقاذها من الحريق والغرق وإن كان منها وإنما إخراجها من الظلمات إلى النور هذا كأنما أحيا الناس جميعا بالمعاشرة الطيبة بالأخلاق الحسنة بالكلام الطيب بذكر فضاء الأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أخلاقهم سيرتهم بهذا تستطيع أن تهدي الناس ولئي يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيه وكلم على قد عقله على قد فهمه شوية شوية إن بذوا لهم نبذة فأما اليتيم فلا تقهر وقيل اليتيم هو فاقد الأب سواء فاقد الأب وين هذا أشد من فاقد الأب وقيل فاقد الأب أحب أن أذكر هذه الحادثة قبل أن أختهم ابن خلكان في كتاب وفيات الأعيان كتاب مشهور يقول في وصف رجل وهو نصر الله بن مجلي يقول هو من ثقات السنة من ثقات السنة يقول هذا رأى في الرؤية أمير المؤمنين عليه السلام يقول فقلت له يا أمير المؤمنين أنتم عندما فتحتم مكة من أنتم أهل البيت يقصر فتح مكة أهل البيت عليهم السلام سيف علي بن أبي طالب عليه السلام ما استقام الدين إلا بسيف علي من فتحت مكة اعتباطاً انفتحت بخيبر انفتحت بأحد انفتحت ببدر انفتحت بحنين من فتحت مكة بمعركة أخيرة ما صارت معركة أصلاً وإنما انفتحت لضربة علي يوم الخندق أفضل أو تعد الأعمال أمتي أو الثقلين إلى يوم القيامة بهذا فتحت مكة اللهم إن شئت أن تعبد فانصر علي بهذا فتحت مكة ولذلك هذا الرجل معتباطاً هكذا قال قال أنتم عندما فتحتم مكة قال قائلكم من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن طبعاً هذا الرجل يختصر ليش؟ لأن هم ما قالوا من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن هكذا قالوا نادى المنادي من دخل الكعبة أو البيت الحرام فهو آمن لأن البيت آمن من أغلق بابه عليه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ليش؟ خص أبا سفيان بذلك هل لفضيلة؟ لا وإنما النبي صلى الله عليه وآله يعلم أن القوم لا يصدقون بكلامه ما مؤمنين به ما مؤمنين به فيخافون أن هذه خدعة اللي يبقى ببيته صادرنا بيوتهم المنقولة وغير المنقولة أموالهم أخذناها قتلنا عبيدهم قتلنا أهلهم لما هجرهم من مكة ماذا صنعوا بأموال أهل البيت عليه السلام بأموال النبي صلى الله عليه وآله والمهاجرين لا صادره فعلوا ما فعله فخافوا الانتقام فقال قول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن لأجل هذا تطمين هؤلاء إلى أنه أنت لا تخافون لأن ذولا يلجؤون الشيخ عشيرتهم يقولوا لأحنا ما نصدق بالنبي صلى الله عليه وآله ما يعترفون ابن بوت فهذا يقتلنا فاللي يريد يلجأ إلى دار أبي سفيان فهو آمن سووها كرامة ومعرف ولذلك هذا الرجل ذكي اختصر الكلام أنتم عندما فتحتم مكة قال قائلكم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ويتم على ولدك الحسين ما تم هو يعرف إن من يخاطب هو شنو اللي يتم لو اليوم القيامة ما نقدر نحصي مصيبته أبي عبد الله الحسين عليه لو شيحك الخطباء والعلماء أبداً ما يذكرون مصيبته فد وحده وآخذ من عدكم دقائق اسمحوا لي وأهل البيت يستحقون والليلة يحياء ذكر هذه الشهيدة سلام الله عليه السيد المقرم رحمه الله يذكر هذه الحادثة في مقتله يقول جاء أحد العلماء للشيخ كاظم سبتي رحمة الله عليه من خطباء النجف الكبار جداً لكن ما كان بوقت الفيديو ووقت هذا ولذلك لا يعرفه أي أحد قال لي يا شيخ أنا رسول أبي الفضل العباس إليك سلام الله عليك يا أبي الفضل العباس قال أمس في الرؤية رأيته قال اذهب وهذا سيد كان من علماء السادة السيد فلان اذهب إلى الشيخ كاظم سبتي وقل له لم لا يذكر مصيبتي قلت سيدي مولاي أنا حاضر لهذا الشيخ مقتل ساعة ساعة ونصر يسوى عليك ما يخلي شيء ما يجيب ما يذكره قال لا مو كل شيء ينسى أشياء كثيرة وسأعطيك مثلا قال قل له هو يقول الفارس على ظهر جواده وهو مقطوع اليدين والسهم نابت في عينه يقول هواء إلى الأرض بماذا يتلقى الأرض نحن نقول هواء إلى الأرض بس نسكت بعد من حلل من الصور بعد ذلك بماذا يتلقى الأرض هذه الطاة صورة لا يصور واحد نحن نعود خطباء وعلماء يصار أن ألف سنة ما يشقد يعني نذكر كل ما جرى على أبي عبد الله الحسين عليه السلام مستحيل ويتم على ولدك الحسين ما تم قال فقال لي أمير المؤمنين عليه السلام أما سمعت أبيات بن الصيف هذا الملقب بالحيس بيس هو يذكر في ترجمة الحيس بيس ابن خل كان في وفياته يذكر هذه الحادثة يقول هذا نصر الله بن مجلي الحيس بيس ابن الصيف جيراني فقمت من النوم ذهبت طرقت الباب فخرج فذكرت له الرؤية فأجهش بالبكاء والنحي فقال والله ما أنشأتها إلا الآن هذه الأبيات أنشأتها إلا الآن على لسان حال أهل البيت ملكنا فكان العفو منا سجية ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا وحللتموا قتل الأسار وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضحوا شنو كان إناء يزيد بن معاوية تقول أم كلثوم والله ما رأينا أقسى من قلب يزيد لما يسمع رقي في جوف الليل تبكي أزعجته أزعجه بكاؤها سأل قال ماذا تريد هذه الطفلة هل تشتهي الطعام قالوا لا وإنما رأت أباها في المنا في الرؤية وهي لا تهجع الآن حتى ترى أباها الحسين وإذا به يقول قدموا لها رأس بيها الله أكبر قدموا لها رأس بيها وإذا وقعت عليه تشم وهي تقول يا أبتا من الذي خضبك بدمائك يا أبتا من الذي قطع وريدك يا أبتا من الذي أيتمني على أصغر سني يا أبتا من لليتيمة حتى تكبر وظلت تقول يا أبتا يا أبتا إلى أن سكتت بأبي وأمي يقول الراوي لما حركتها عمتها زينب وجدتها ميتة رحم الله المنادي أيها سيدتا تقول لي يا والدي والله ضيم أنا صير من زغري يتيمة والله أثار الأبو يا ناس خيم آه يفيع الأعياله حريمة والله يفيع الأعياله حريمة آه صحي يا أه يا أه يا أه وجروح قلبي تنزف بعيني بعيني يا أبوي حسين ما طبعك تجافيني والله تجافيني يا أه شبك أربل وحد تخلييني والله تخلييني يا أه جاواني المحن البيانكو بيان والله تجافيني يا أه يا أه يا أه يا أه يا أه هين المحن البيانكو بياني زينب سلام الله عليها شاغدت مصائب كثيرة شاغدت مصرع الحسين كانت تصعد على التال المعروف بالتل الزينبي الله يوديكم جميعا هذه السنة إن شاء الله لذاك المكان المغدس ادقوا يصور الشاعر هنا يقول زينب حتى ما كانت تقدر على تصعد على التل ادقوا لنبيا حال حتى تصعد تلالي ودموع العين على الوجنة تلالي رأيسك على الرمح مصحاف بالله اسمع شنو قال رأس الشريف لا زينة والله رأسك على الرمح مصحف تلالي 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 وسمعي قول بارول رقيا بارول رقيا والله رقيا والنتوبة جمن ليتام من كثر التعاب ما قدرته تنام ومن كثر التعاب ما قدرته تنام هاي تصيح متن وذيج هاي تصيح متن وهاي ديج والله بتناي بتناي بعد ذاك الشموخ بتناي 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 بخراج بآل ويالي زينة والله بتناي تموت من الضروب يا ناس والله تموت من الضروب يا ناس بتناي بتناي عزيزة لنذبح بالغاية والله عزيزة لنذبح بالغاية والله طفل لوعدكم يشيعاد للغاية الله يخلي لكم إن شاء الله أولادكم طفلين لوعدكم يشيعاد للغاية لتثرخون بوجهها وتضربوا والله دائماً ذكروا ورقياً عذبوها بلطشت خويا بلطشت خويا الطاقة رايا أسبوغا بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اشفي كل مريء خصوصا من أوصانا بالدعاش في مرضاهم اقضي حوائجهم احفظ الإسلام والمسلمين ايد علماءنا العاملين اجعل هذا البلد وبلاد المؤمنين في أمن وامان اخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا اخواني المؤسسون تقبل عمالهم وإلا أماتهم وامات الحاضرين ومن مات على الإيمان وهدي للجميع ثواب الفاتح مع الصلوات